تحاول الكتل النيابية انهاء عملية اختيار رؤساء اللجان النيابية وحتى الآن الاتفاق لم يحسن جميع اللجان إلا أن بعض المصدر النيابية أكدت أن خلال جلسة الاثنين تم الاتفاق عن انتخاب النائب عن اتلاف دولة القانون سعاد جبارة رئيسا للجنة التربية والنائب سروان عبدالله نائبا لرئيسة اللجنة وشمرت الجلسات السابقة تسمية رئيس اللجنة القانونية القاضي محمود الحسن عن كتلة التحالف الوطني فيما يتولى النائب عن التحالف الكردستاني حسن توران مقرر للجنة وذكر مصدر النيابي رئاسة اللجنة القانونية ستكون مناصفة أو بتناوب بين التحالف الوطني لعضو محمود الحسن والنائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون يشار إلى أن النائب حاكم الزاملي اختير رئيسا للجنة الأمن والدفاع النيابية وأحمد الجلبي رئيسا للجنة المالية والنائب فرات التميمي رئيسا للزراعة النيابية لكن الاتفاق أصبح نافذا لعضاء لجنة النزاها النيابية في مجلس نواب حيث يتولى طلال الزوبعي رئاسة اللجنة وذكر مصدر النيابي أن عضاء لجنة النزاها اختاروا النائب عن اتلاف الوطنية طلال الزوبعي رئيسا للجنة وفيما تم اختيار النائب طالف شاكر الجعفري عن التحالف الوطني نائبا له ويرى بعض المراقبين أن الإسراع في حسم أمر رؤساء اللجان النيابية سيسم في الإسراع بطرح مشاريع القوانين وتقارير اللجان داخل البرلمان